اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور البارز للجهود المشتركة والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشرعية في تحقيق المجزات والنجاحات لمملكة البحرين على المستويات المختلفة والتي أسهمت في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إن موصلة بناء حاضر ومستقبل الوطن وتحقيقة طلعات الموطنين يأتي دائما في المقام الأول وتلتقي من حوله جميع الجهود المخلصة التي والي أعضاء فريق البحرين بذلها من كافة مواقع العمل والمسؤولية تحقيقا للمزيد من المنجزات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين جاء ذلك لدى رقاء سموه في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث نوها سموه بجهود أعضاء السلطة التشريعية وإسهاماتهم في تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم المواطن ويحقق تطلعاته لافتا سموه إلى المستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأهمية مواصلة تعزيزه والدفع به نحو أفاق أرحب بما يحقق التطلعات الوطنية المنشودة أشار سموه إلى ما تشهده مسارة التنمية من تقدم ونمو على مختلف الأصعد بفضل عزم أبناء البحرين وجهودهم التي هي منطلق للنجاحات والإنجازات الوطنية المشرفة لافتا سموه إلى أن العمل متواصل لتطوير الخدمات الحكومية والمشاريع الخدمية بجودة وكفاءة وفعالية عالية وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية في هذا الجالم مشيدا سموه بالجهود الفاعلة التي تقوم بها السلطتان التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعات المواطنين ورفعة ونماء المملكة من جانبهما أعرب كل من معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغة شكر والتقدير لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق النماء والإزدهار لمملكة البحرين ومواطنيها الكيرا اشتركوا في القناة